ينضم معنا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي عمر كوش سيد عمر بداية أهلا بك في هذه النشرة نصر الحريري أعلن أن النظام يرفض مناقشة الانتقال السياسي وهي قناعة يبدو لدى المعارضة وبالتأكيد هي قناعة أطراف أخرى في المفاوضات فلماذا برأيك استمرت المعارضة في المفاوضات ولم تعلن انسحابها من البداية بداية المساء الخير لك والمشاهدين الكرام المعارضة الحقيقة ذهبت إلى مختلف جولات جينيف بروح جدية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة السوريين وينهني هذه الكارثة التي أصابت السوريين جراء الحرب التي يشنها النظام وميليشيات إيران الطائفية وطبعا أيضا القوات الروسية وبالتالي ليس لديها الحقيقة سوى أن تبقى تحفر في هذا الصخر حتى تجد أفقا ينهي هذه المعاناة لذلك المجتمع الدولي الحقيقة هو الذي طبعا كان قد دعا إلى هذه المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة وحتى تكون المعارضة إيجابية لبت هذا الدعاء وهذه الدعوة وطبعا ذهبت إلى جينيف لكن النظام بقي متعنتا ولا يهمه الحقيقة الدم السوري ولا يهمه ملايين المشردين لذلك المجتمع الدولي عليه أن يشير بالإصبع إلى النظام الذي قتل مئات ألاف سوريين وشرد نصف سكان سوريا نعم سيد عمر ما هي السينيوريات المتوقعة بعد فشل هذه الجولة وهل هناك نتائج يمكن على الأقل البناء عليها يعني الحقيقة كل المراقبين يعني يرون أن المفاوضات لازلت في خطواتها الأولى ولم تبدأ بمعنى التفاوض الحقيقي لأن السيد ستيفان ديمستورا المبعوث الدولي الخاص طريقته أن كل طرف سواء النظام أو المعارضة يناقش المسائل أو السلل الأربعة أو المواضيع الأربعة التي اقترحها وهي مسألة الحكم والانتخابات والدستور ثم طبعا مسألة مكافحة الإرهاب وبالتالي هنا الحقيقة ليس هناك أي ضغط على أي طرف وبالتالي النظام ليس في وضع يعني يجبره على أن يقدم تنازلات لذلك يرى مثلا مسألة الحكم هي عبارة عن تشكيل حكومة بين قوسين وطنية بمعنى لا مانع من إشراك معارضة هو ينتقيها لكي تدخل في هذه الحكومة بينما الوفد الهيئة العليا للتفاوض يعني يريد انتقال سياسي حقيقي بمعنى أن لا يكون لبشار الأسد أي مكان في مستقبل سوريا لذلك هذه الطريقة في التفاوض الحقيقة لا تثمر كثيرا نعم على ذكر هذه النقطة وهو مصير الأسد كيف تنظر لتغير الموقف الأمريكي بشأن بشار الأسد والنظام السوري ويمكن نسميه مواقف متناقضة يعني الإدارة الجديدة إدارة ترامب الحقيقة أوضح من الإدارة السابقة إدارة الرئيس أوباما لأن الرئيس أوباما كانت موقفه في البداية الحقيقة إلى جانب الشعب السوري لكن هذه المواقف تغيرت شيئا فشيئا حتى أنه تغاضى وبشكل الحقيقة مخجل عن الخط الأحمر الذي وضعه بنفسه وهو استخدام النظام للسلاح الكيميائي ضد سكان الآمنين في غوطتي دمشق ثم طبعا أيضا تنازل الإدارة الأمريكية السابقة حتى أنها لم تعد تتكلم بمصير الأسد اليوم الحقيقة التركيز للإدارة الجديدة هو على محاربة داعش وبالتالي لا يهمها ماذا يقتل بشار الأسد من الشعب السوري المهم بالنسبة إليها هو التوحيد كل الجهود وحتى إشراك النظام في الحرب على داعش لذلك الموقف واضح وعلى الإمعارضة السورية أن تضع بحسبانها أن هذه هي مواقف الودارة الأمريكية وعلى هذا الأساس يجب أن تتحرك نعم ما مدى العكاس هذا الموقف على سير المفاوضات حول الحل السياسي في سوريا يعني أنا شهدت الجولتين الحقيقة السابقتين وحتى الجولات الماضية في الجولتين السابقتين الرابعة والخامسة كان هناك غياب أمريكي شبه تام وحتى عن محادثات الأستانة أيضا لاحظنا أن دور الإدارة الأمريكية دور المراقب وبالتالي هذا التحول الحقيقة في دور الإدارة الأمريكية من دور فاعل في الملف السوري إلى دور المراقب واللا مبالي هذا طبعا ينعي الكثير ويعني أن الروس والإيرانيون هم من انفرد بالملف السوري ويبقى طبعا الجانب التركي هو الجانب الوحيد المدافع عن المعارضة السورية لذلك هنا الحقيقة المعادلات تغيرت وبالتالي المعطيات تغيرت وعلى المعارضة أن تعي هذا الدرس وتتصرف وفقا لهذه المعطيات نعم إسطنبول كاتب والمحل السياسي عمر كوش شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر